لا أهلا ولا سهلا بالزائر الأمريكي ربما هي العبارة التي تختصر لسان حال معظم اللبنانيين الرافضين للتدخل الأمريكي في شؤونهم الداخلية محتجون على زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي كينث فرانكلين ماكنزي للبنان تجمعوا على طريق مطار بيروت لرفض الزيارة المريبة لأول مسؤول أجنبي إلى البلاد بعد إعادة فتح المطار الأسبوع الفائد لافتات وأعلام أحزاب سبق وشاركت في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي الوجود الأمريكي في لبنان كانت حاضرة على طريق المطار الأتصام يعبر عن نقمة لبنانية على السياسة الأمريكية وتدخل سفيرة واشنطن بالشؤون الداخلية اللبنانية عدا أن بيروت باتت تنظر بريبة إلى الأداء الأمريكي ومسؤوليته عن حصار محاولة تجويع الشعب اللبناني بدي أقول له لا أهلا ولا سهلا فيك وإن شاء الله بنحتفل نحن بالإيدس بإذن الله تعالى عزيزة سكن كلكم أنتم متأمرين على العرب الاعتصام على طريق المطار قطع الطريق على إحياء السفارة الأمريكية ذكرى تفجير مقر قوات المارينز ومقتل 241 جنديا أمريكيا عام 1983 الجنرال الأمريكي اضطر لمغادرة مطار بيروت عبر طوافة عسكرية بعد تعدر إقامة الاحتفال ونجاح المعتصمين في إلغائه بعد الوقفة الاحتجاجية الجيش اللبناني ضرب طوقا أمنيا في المكان وسعى إلى تأمين الطريق المؤدي إلى المطار عبارات الاستهجان والاستغراب ربما وصلت إلى مسامع الضيف الأمريكي غير المرغوب فيه في هذا التوقيت وفي ظل الحصار الذي تقوده أمريكا على لبنان أحرق متظاهرون لبنانيون الأعلام الأمريكية وصور السفيراشية هنا على طريق مطار بيروت الدولي وذلك رفضا لزيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال ماكنزي إلى لبنان عباس صباق بيروت الميادين